اصلا بين الكيك بوكسنج والبوكسنج الكيك بوكسنج ان احنا بنلعب بالكيك اللي هي بنلعب برجلينا وبأيدينا البوكسنج ان احنا بنلعب بأيدينا بس فده فرق بسيط جدا هي كل اللعبة بتختلف عن التانية بسبب مثلا الروتز بتاعيتها هنقدر فيه ألعاب انا هلعب برجلي بس مش هلعب بأيدي زي التايكوندو والكلام ده كله لكن الكيك بوكسنج ان احنا بنلعب بأيدينا وبرجلينا في نفس الوقت طب احكي لنا شمس بدايتك مع الكيك بوكسنج واصلا ايه اللي خلكي تروحي للرياضة دي بالزيت يعني حكي لنا كده من الاول خالص اول حاجة انا بدأت في الكيك بوكسنج بسبب ان انا كن عندي فرطة حركة وانا صغيرة وجربت اكتر من رياضة جربت كومفو جربت كاراتي جربت كل الالعاب دي بس ما حبتاش مرتحتش ليها كانت لسه كيك بوكسنج نازلة جديدة ما كانش في يعني عليها كلام خالص كان داي من كومفو والكلام ده كله فبدأت في الكيك بوكسنج كان عندي 8 سنين بالزبط بدأت فيها دخلت اه جدا عجبتني جدا اللعبة فعشان كده دخلت فيها وبدأت هتمرس فيها وبدأت هطلع فيها بطولات والكلام ده كله بدأ لما بعندي 16 سنة بدأت بدأت درجة ان انا حبيت اللعبة بدأت ان انا حب امرن الناس اللعبة دي تعرف فيهم اصلا اعرفهم يعني كيك بوكسنج وكمان ان فكرة بنات مش منتشرة قوي ان هي تكون بتمرن كيك بوكسنج او رياضة عنيفة زيها فبدأت ان انا امرن وانا عندي 16 سنة طبعا وجهت طبعا تنامور ازاي بنت هي اللي هتبدأ ان هي تمرن كيك بوكسنج رياضة عنيفة مفروض الولاد اللي اللي لعبوها لحد ما وصلت طبعا بقى للسنة دلوقتي 21 سنة بقيت بطلع ولاد بمرنهم بطولات وبقوا بقوا متمرسين كمان وبسبب التكنيك اللي انا ببدأ امرنها لهم والكلام ده كله